بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي داريسي مادة الرياضيات أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء النهاردة بناخد تطبيقية موضوع الدرس بتاعنا تحليل قوة إلى مركبتين حص الحلقة اللي فاتت كنا بناخد محصلة قوتين بيبقى عندي قوتين وبطلع منهم قوة تبقى هي المحصلة المرة دي بناخد العكس إنه بيبقى معايا قوة وبحللها إلى مركبتين يعني من قوة واحدة بطلع مركبتين يبقى بناخد عكس اللي كنا بناخده مرة اللي فاتت كنا بناخد محصلة قوة لقوتين مطلقيتين في نقطة يعني معايا قوتين وأنا عايز أعمل المحصلة بتاعتهم المرة دي بقى إحنا عندنا قوة وعايزين نحلل هذه القوة إلى مركبتين موضوع درسنا اسمه تحليل قوة إلى مركبتين وعندي أنواع كتيرة من التحليل منها التحليل الغير المتعامد اللي هناخده دلوقتي والتحليل المتعامد والتحليل القطبي وكمان ممكن ناخد التحليل بتاع الوزن اللي هو على مستوى مائل أولا التحليل الغير متعامد التحليل الغير متعامد باين من اسمه كده أنه ما بيباش بيصنع زاوية تسعين درجة إنما بيصنع زاوية أكبر من تسعين أو أقل من تسعين فبيبقى عشان كده بنسميه تحليل غير متعامد لو أنا معايا محصلة قوة كده واحدة وأنا عايز أكون مركبتين منها قف واحد وقف اتنين مركبتين عايز أعملهم بحيث دي تصنع مع المحصلة زاوية هيه واحد ودي تصنع مع المحصلة زاوية هيه اتنين فبيقولك لو عايز تجيب قف واحد بتقوله حا في جاء الزاوية اللي بين اللي مش بين حا وقف واحد الزاوية اللي بين حا وقف واحد هيه واحد لا مش أخدها أما اللي هتاخد مين هاخد جاء هيه اتنين على جاء المجموع اللي هو هيه واحد زايد هيه اتنين طب والمركبة التانية يا أستاذ نقوله حا في جاء الزاوية اللي بش بين حا وقف اتنين اللي هي مين اللي هيه واحد على جاء هه واحد زائد هه انا كده قدرت اطلع المراكبتين بس احنا محتاجين مثال عددي علشان يوضح لنا الحكاية ايه احنا بنعمل ايه يعني فبنقول له لو انا معايا قوة زي كده وتصنع زاوية 30 هنا وتصنع زاوية 45 كده والزاوية والمحصلة دي قيمتها 20 وانا عايز احللها الى قوتين قف واحد وقفتن يبقى ده تحليل غير متعامد لانه 30 و45 مش بيجيبه 90 فبنجي نقول له انت عايز قف واحد المركبة الاولى عبارة عن حه في جاء الزاوية اللي مش بين حه وقف واحد اللي هي جاء 45 على جاء مجموعة الزاويتين اللي هي 75 طب ما هي حه ما انا عرفها يا استاذ نقول له يبقى قف واحد عبارة عن 20 جاء 45 على جاء 75 طب ونحسبها بقى بالآلة عشان نطلحها 20 في صين 45 على صين 75 70 حتطلع تقريبا 14 و6 من 10 نيوتن على اعتبار ان المحصلة برضو بالنيوتن طيب وقف اتنين بص كده معايا بقى 20 جاء الزاوية بين قف وقف اتنين وحه 45 ما اخدهاش اما لا اخد انه زاوية اخد الزاوية التانية اللي هي جاء 30 على جاء المجموعة اللي هو خمسة وكم وسبعين يبقى هيطلع الناتج اهو 20 في صين 30 على صين 75 وقف للقوس وتطلع الزاوية عندي تقريبا 10 و3 من 10 نيوتن اذا نقدر تحلل قوة واحدة الى مركبتين والقانون سهل وبسيط نقوله تاني خلي بالك لو قف واحد بص القف واحد وبص للزاوية بين ايه ايه ويقف واحد هتلاقي هيه واحد دي مش هاخدها معايا لو قف واحد مش هاخد معايا الزاوية بتاعتها اخد معايا الزاوية التانية اقوله في جاه هيه اتنين على جاه هيه واحد زاية اتنين قف اتنين الزاوية بتاعتها هيه اتنين برضو مش هاخدها يبقى جاه هيه واحد على جاه هيه واحد زاية هيه اتنين ده التحليل الغير المتعامد تعال بقى للتحليل المتعامد تحليل المتعامد التحليل المتعامد واضح انه لازم تبقى المركبتين اللي عندي بيساوي تسعين درجة زاوية اللي ما بينهم انا لو معايا محصلة بالمنظر ده كده هذه المحصلة مثلا بتساوي عشرة وتصنع زاوية تلاتين هنا فانا عايز اجيب مركبتين متعامدتين يعني عايز هنا قاف واحد وعايز هنا قاف اتنين فبي عندنا قاعدة بتقول مطرح متنام المحصلة جيب التمام يبقى قاف واحد عبارة عن عشرة جتا تلاتين وقاف اتنين دي كده نامت بالجتا هتقوم بالجاة هتبقى بتساوي عشرة جاة تلاتين يبقى انا كده عملت مركبتين ده اسمه تحليل متعامد الزاوية بتبقى دايما مع الافقي انا بحلل دايما الزاوية اللي مع الافقي بص كده معايا تاني بص كده لو معايا زاوية هنا كده ستين والمحصلة هنا خمستاشر يلا نحلل فهنحلل كده وبعدين هتقوم كده فنقوله ايه دي خمستاشر جتا ستين مطرح متنام يبقى جيب التمام وهنا خمستاشر جاة ستين يبقى انا حللت القوتين حللت المحصلة اللي هي خمستاشر لخمستاشر جتا ستين وخمستاشر جاة ستين نشوفها تاني خلي باك نعمل لك كم زاوية ليها علشان تفهمها اكتر اهو ها بص كده معايا لو الزاوية هنا خمسة واربعين بص كده معايا لو الزاوية هنا اربعين والمحصلة هنا عشرين والمحصلة هنا خمسة وعشرين يلا بقى نحلل هنحلل القوة دي كده فهنيجي نقوله هنا كده هتبقى جيب التمام اما هنا فهتبقى ايه الجاة هيبقى هنا عشرين جاة خمسة واربعين وهنا عشرين جاة خمسة واربعين المركبة الافقية معاها الجاة باستمرار المركبة الرأسية معاها الجاة باستمرار هنا عايزين نحلل هنيجي نقوله المركبة الافقية معاها الجاة يبقى خمسة وعشرين جاة اه اربعين والمركبة الرأسية لان هي هتيجي كده وتنزل تاني تحت هنا كده المركبة الرأسية هتيبقى خمسة وعشرين جاء اربعين يبقى احنا كده عرفنا التحليل الغير متعامد وعارفين القانون بتاعه وعرفنا كمان التحليل الايه المتعامد عندي كمان حاجة اسمها التحليل القطبي التحليل القطبي بيبقى عبارة عن محصلة وزاوية هي المحصلة دي جاية بالمعيار بتاعها مش متجهة فممكن نعمل لها علامتين المعيار بتحها هنا كده وممكن نقول انها القيمة القياسية للمحصلة كذا ده اسمه اول ما تلاقي الزوج مرتب عبارة عن محصلة وزاوية يبقى بنقول عليه ده تحليل قطبي طب احنا عايزين نحوله الى تحليل او الى نظام احداثي احداثي يعني برضو زوج مرتب بس يبقى هنا حه سين وهنا حه صاد يعني المحصلة تتقسم الى سينات وصدات فنيجي نقول له ان حه سين بتساوي معيار المحصلة في جاية الزاوية وان حه صاد عبارة عن معيار المحصلة في جاية الزاوية مش فاهم يا استاذ حيجي مثلا يجي يقولك كده انا عندي اتناشر وباي على تلاتة باي على تلاتة دي يعني مية وتمانين على تلاتة فهل ستين اول ما شوف زوج مرتب بالمنظر ده عدد وزاوية يبقى ده اسمه تحليل قطبي طب انا عايزه تحليل احداثي يعني انا عايز حه سين وعايز حه صاد يعني عايز رقم هنا ورقم هنا مش عايز زاوية فاجأ اقول له يبقى حه سين هتساوي اتناشر جاية ستين طبعا انت عارف الاثناشر وجاية ستين بنص هتطلع بكم بستة وحه صاد هتبقى اتناشر جاية ستين هتبقى اتناشر في جزر تلاتة على الاثنين هتبقى ستة جزر كانت جزر تلاتة نشوفها هنا كده عشان تاخد بالك معايا يبقى انا كده بحول لك من تحليل او من احداثيات قطية الى احداثيات ايه احداثية اللي هي فيها السينات والايه الصداد بعمل ايه بجيب معيار القوة واضربه في الجتا يديني المركبة السينية اجيب معيار المحصلة واضربها في الجا يديني المركبة ايه الصدي كمان عايز افهمك حاجة مهمة قوي انه الزاوية القطبية اللي بنكتبها هنا دي زاوية بتبدأ من محور السينات لما تحب تقسها تلاقيها بتبدأ من محور السينات يعني انا لو انا معايا زاوية بالمنظر ده كده ومعايا زاوية تانية هنا كده معايا كمان احداثيات تانية كده بص كده معايا بقى عشان نقولك احنا بنقول ايه الزاوية القطبية لازم تبدأها من محور السينات الموجب فتقول دي كده ستين طب لو كانت الزاوية هنا تلاتين اهيه نقوله لا انا هبدأ من هنا فقوله الزاوية دي كده عبارة عن مية وتمانين ناقص تلاتين يعني دي مية وخمسين يعني دايما مش عشان انت شايف الزاوية دي تلاتين تقول عليها تلاتين لا انت دايما بدايتك من محور السينات طب لو كانت الزاوية هنا خمسة واربعين فنجي نقوله ايه انا بقيس من هنا فهقيس كده كده بقت مية وتمانين وكمان اخش هنا فهتبقى 200-25 الزاوية القطبية زاوية رأسها نقطة الاصل وضلعها الابتدائي الجزء الموجب لمحور السنات مش معنى ان انا شايف زاوية هنا كده بالمنظر ده انا شايف ان الزاوية هنا دي 60 تبقى الزاوية القطبية 60 لا ده انا هنف كده اقول له دول كده 180 ودول 90 بقى 270 واخش لغاية لما اوصل لدي فتطلع الزاوية دي القطبية بتاعتها 300 ها الزاوية القطبية بتاعت دي 60 الزاوية القطبية بتاعت دي 150 الزاوية القطبية بتاعت دي 225 يعني ايه زاوية قطبية يعني زاوية بقسها بدءا من المحور السنات الموجب ماليش دعوة هي صنع زاوية قد ايه في ايه ربع يعني انا مثلا عندي مسألة زي كده اهي وبعدين صنعت زاوية 30 هنا نقول له الزاوية دي 30 عادي لكن لو عايزين نقسها قطبية نقول له هنقسها من هنا فهناخد دول كده كده ب180 وخش على الثلاثين اللي غات لما وصل لانهائتها فتطلع الزاوية دي 200 وكام وعشر يبقى مرة تانية لازم تفهم الزاوية القطبية بتتقاس ازاي بتتقاس بدءا من جزء الموجب لمحور السينات لغاية لما وصل الى الضلع النهائي في الزاوية سواء كان الضلع النهائي ده في الربع الاول او في الربع التاني او في الربع التالت او حتى في الربع الرابع احنا هنا الضلع النهائي كان في الربع الاول فقلنا زاوية 60 هنا كان في الربع التاني ما خدناش الزاوية 30 بدأنا من هنا وقمنا له الزاوية دي تبقى 150 هنا كانت في الربع التالت ما خدناش الزاوية 45 احنا بدأنا من هنا وعدنا نعد الغاية لما بقت 225 هنا كانت في الربع الرابع ما خدناش الزاوية 60 انما بدأنا من هنا كده وعدنا نعد الغاية لما قمنا له الزاوية دي 300 طبعا بنلف ضد عقرب الساعة طبعا لو لفيت مع عقرب الساعة هتبقى زاوية سالبة يعني ممكن نقوله الزاوية دي سالب 60 لكن احنا في الميكانيكا ما بنشتغلش بالزاوية السالبة بنشتغل بالزاوية المجابة وهنا نفس الكلام زاوية تقع في الربع الثالث فاحنا ممكن نقوله هنلف ضد عقرب الساعة فتبقى الزاوية 210 مهمة او دي فحل المسائل واحنا بنحل المسائل لمحصلة عدة قوة مطلقية في نقطة واحدة تعال نشوف مثال بقى هنا كده بيقول اصرت القوة قف واحد 50 زاق 3 صوت اول ما جبها لي بالاسلوب ده يبقى المحصلة قبل ما كمل حل المسألة يبقى المحصلة بتساوي قاف واحد زاق قاف اثنين زاق قاف ثلاثة لان ده شغل الاتجاهات لانه مش مدين القوة عددية يبقى مدهاني كأنها زوج مرتب قف واحد دي عبارة عن زوج المرتب خمسة وثلاثة وقاف اثنين عبارة عن الزوج المرتب ألف وستة وقاف ثلاثة عبارة عن الزوج المرتب سالي 17 وده بس بص بقى على المحصلة مدهاني كان بقى عشرة جزر اثنين وثلاثة باية على اربعة يعني مدهاني بالاسلوب القطبي يعني مديني التلات قوة دول احداثي انما المحصلة قطبي يبقى لابد ان انا احول المحصلة من قطبي الى احداثي فاحنا قبل ما نشتغل برضو احنا معنا القانون هو هنشتغل به بس قبل ما نشتغل انا معايا التلات قوة دول نظام احداثي مديني السين بتاعتهم ومديني الصوت بتاعتهم لكن الحه مش مدهاني نظام احداثي فاجأ قوله انا عندي الحه دي عبارة عن حه سين وحه صوت انت عايزها نظام احداثي يبقى جيب لك الحه سين بتاعتها والحه صوت بتاعتها الحه سين عبارة عن عشرة جزر اتنين في جتاء تلاتة باية على اربعة اللي هي مية خمسة وتلاتين جتاء مية خمسة وتلاتين بسالب واحد على جزر اتنين يبقى هتشيل جزر اتنين مع جزر اتنين يطلع بسالب عشرة وحه صوت عبارة عن عشرة جزر اتنين في جتاء مية خمسة وتلاتين نرفع شوية كده ها جا مية خمسة وثلاثين بواحد على جزر اتنين راح دمعة ده والناتج يطلع عشرة اذا اقدر تكتب المحصرة اللي كانت مكتوبة بزوج مرتب قطبي ممكن اكتبها سالب عشرة وعشرة تعال نرجع بقى للمسألة نرجع نقول له انا عندي حه بتساوي قف واحد زائد قف اتنين زائد قف تلاتة حه دي خلاص انا خلتها سالب عشرة وعشرة وقف واحد خمسة وثلاثة وقف اتنين الف وستة وقف تلاتة سالب اربعتاشر وبه والراجل عايز الف وبه فاحنا هنجمع الازواج المرتبة دي فده زي ما هو كده سالب عشرة وعشرة خمسة والف سالب اربعتاشر خمسة وسالب اربعتاشر سالب تسعة زائد الف فصلة تلاتة وستة تسعة زائد ده كاني خمسة والف وسالب اربعتاشر خمسة وسالب اربعتاشر سالب تسعة مع الالف يبقى سالب تسعة زائد الف تلاتة وستة تسعة زائد ده زوج مرتب بيساوي زوج مرتب افصل واقول له سالب تسعة زائد بيساوي سالب عشرة وتسعة زائد به بتساوي عشرة الاول يساوي الاول والثاني يساوي الثاني طيب اود التسعة الناحية التانية يبقى الالف هيساوي سالب عشرة زائد تسعة يبقى الالف هيساوي سالب ايه واحد هنا هود التسعة الناحية التانية يبقى البيه بتساوي عشرة ناقص تسعة تبقى البيه بتساوي كام واحد مسألة جميلة جدا ومسألة بتعلمني ازاي حول المحصلة اللي كانت قطبي الى احداثي وإزاي أتعامل مع القوة اللي جاية لي عن طريق أزواج مرتبة القوة لما تيجي عن طريق أزواج مرتبة تبقى المحصلة اتجاهية ويبقى حاها ساعتها عبارة عن قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف تلاتة عندي بقى درس تاني اسمه محصلة عدة قوة متلقية في نقطة إحنا كنا بناخد محصلة قوتين بس وكان لها القانون بتاعها اللي أخدناه وكان لها قانون بنعجيبه مقدارا وقانون بنجيبه اتجاه نفس الكلام هيحصل هنا بس لعدة قوة وإما بنحلل بالتحليل المتعامد يا إما بنحلل بالتحليل القطب أنا عندي عدة قوة زي ما أنت شايف كده لو حللتهم تحليل متعامد يبقى كل واحدة مطرح متنام جيب التمام يبقى هنا قف واحد جتا هيه واحد واطلع فوق قف واحد جا هيه واحد يبقى على محور الصنات الجتا وعلى محور الصدات الجا قف اتنين نفس الحكاية أحللها هنا كده قف واحد جتا هيه اتنين وطلعها فوق بقف واحد جا هيه اتنين والقوة التالتة نفس الكلام أحللها مطرح متنام جيب التمام يبقى هتنام هنا على محور الصنات قف تلاتة جتا هيه تلاتة وعلى محور الصدات السالب قف تلاتة جا هيه تلاتة ونفس الكلام القف الاربعة هحللها محصلتين أو مركبتين مركبة على محور الصنات قف اربعة جتا هيه اربعة وقف اربعة جا هيه اربعة وبعد كده بقى بنجيب المركبات كلها بقت على الصنات وبقت على الصدات يعني كل القوة اللي كانت موجودة ديت شلناها لان حولناها الى مركبتين مركبة بنرميها على محور الصنات ومركبة بنرميها على محور الصدات فبقت كل القوة يا إما موجودة على الصنات يا إما موجودة على الصدات علشان كده بنجيب حاجة اسمها سين الكبيرة اللي هي مركبات سين كلها فبنقول له عبارة عن قف واحد جتا هيه واحد زائد قف اربعة جتا هيه اربعة اللي هي ناحية السين المجابة أما اللي جم ناحية السين السالبة بنقول له ناقص قف اثنين جتا هيه اثنين ناقص قف تلاتة جتا هيه تلاتة ومركبات الصاد كلها بنعمل لها صاد كبيرة اللي هي كل المركبات اللي جات على الصاد اللي فوق هنا بنعملها بالموجب اللي طلعت قف واحد جاه واحد زي اتقاف اتنين جاه اتنين اللي جم تحت ناقص بنعملهم من ناقص قف تلاتة جاه تلاتة وقف اربعة جاه اربعة وبالمنظر ده بعد ما انا جبت السين والصاد اقدر اجيب المحصلة المحصلة لان السين والصاد متعامدتين فانا بتعامل معهم على انهم قوتين اتنين بس انا حصلت كل القوة الى قوتين قوة اسمها سين وقوة اسمها سات والقوتين متعمدتين علشان كده المحصلة هو الجزر التربيعي لسين تربيع زائد صد تربيع لو فاكر محصلة قوتين متعمدتين كانت عبارة عن الجزر التربيعي لقاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع هنا برضو نفس الحكاية محصلة قوتين متعمدتين حاها بتساوي سين تربيع زائد صد تربيع طب والمتجه يا أستاذ نقوله الاتجاه ظاهه بتسوي صاد على سين صاد اللي هي تعتبر قف اثنين وسين اللي هي كانت قف كام واحد الظاهه دي خلي بال حضرتك معايا لو جات في الربع الاول وكانت صاد مجابة وسين مجابة تبقى تقع في الربع الاول ساعتها بنحط الزاوية بتاعتها هي لكن لو صاد مجابة وسين سالبة صاد مجابة وسين سالبة تقع في الربع التاني لما تقع في الربع التاني يبقى الكلام اسمه مية وتمانين ناقص هي بشيل السالب بطلع الزاوية بالموجب من غير السالب فتطلع ستين بس أنا وقع في الربع التاني أقوله يبقى مية وتمانين ناقص ستين لو صاد سالبة وسين سالبة تقع في الربع التالت أقوله هتبقى مية وتمانين زائد هي برضو بشيل السالب وطلع الزاوية الموجبة وبعدين أقوله مية وتمانين زائد الزاوية اللي أنا عملتها كل مرة الأول أحدد هي وقع في أنهربع لو وقعت في الربع الأول تبقى الزاوية هي لو وقعت في الربع الثاني تبقى 180 ناقص هي لو وقعت في الربع الثالث تبقى 180 زائد هي لو وقعت في الربع الرابع تبقى 360 ناقص هي أهم حاجة بقى بعد ما حددت الربع وحددت كمان الزاوية هتبقى كام بتشيل الإشارة وبتحسب الزاوية وهي في الربع الموجب فبتحسب الزاوية وهي موجبة لو دي اشيل الاشارة لو دي اشيل الاشارة لو دي اشيل الاشارة واعمل شفت تاني اطلع هي بعد كده واقع في الربع التاني يبقى 180 ناقص هي اللي انا عملتها موجب او 180 زائد هي اللي انا عملتها موجب او 360 ناقص هي اما لو هي واقع في الربع الاول فما فيش اشارة ناقشلها لانها موجبة فهتلحها وتطلع الزاوية هي تعالى ناخد مسألة علشان نشوف المسألة بتتحلل زي احنا بنشتغل بالتحليل القطبي فبيقول لي اصرت القوة 8 و 4 جزر 3 و 6 جزر 3 و 14 نيوتن في نقطة مادية وكان قياس الزاوية بين القواتين الاولى والثانية دي الاولى دايما الاولى بتحطها في اتجاه الشرق فاي مسألة جاء لك ان القوة الاولى تقوم تتحطها له في اتجاه الشرق او في الجزء المجب لمحور السنة دي الاولى اللي هي 8 بين الاولى والثانية 30 يبقى انا رحت اعمل دي الاولى وعملت زاوية 30 ايه والزاوية القوة التانية اللي هي 4 جزر 3 وبين التانية والثالثة 120 قلت له دي 30 هتبقى دي 60 اخد كمان 60 من هنا هتبقى الزاوية دي كده 120 يبقى دي احط هنا القوة الثالثة وبين الثالثة والربعة 90 نقول له الزاوية فضلت هنا 30 اخد منها كمان 60 هنا فتبقى الزاوية دي كده تسعين تبقى دي ايه احطها هنا كده اربعتاشر يبقى حسب وصفه انا بعمل قال لي انا عندي اربع قوة القوة الاولى تمانية دي دايما اعملها في اتجاه الجزء الموجب لمحور السنات او احيانا منقول عليها في اتجاه الشرق دايما القوة الاولى بتبقى في اتجاه الشرق طيب القوة الاولى والتانية يبقى الزاوية بينهم تلاتين اجا عملت زاوية التانية احط هنا زاوية تلاتين طيب التانية والتالتة نقول له فاضل هنا ستين واخد كمان ستين من هنا ستين وستين يبقى مية وكام وعشرين طيب ما بين التالتة والربعة التالتة هنا فاضل فيها تلاتين اخد من دي ستين تبقى كلها تسعين وحط الربعة كده انا رسمت الرسمة ورسمتها على محاور الاحداثيات تعال بقى نحسب الزاوية القطبية بنعمل جدول بنكتب فيه القوة والزوايا الزاوية المقصود بها الزاوية القطبية ها الزاوية الاولى تمانية الزاوية بتاعتها صفر الزاوية التانية بتاعتها كام بتاعتها تلاتين الزاوية التالتة بص خط بالك بقى معايا ابدأ من هنا امشي تلاتين ودول مية وعشرين يبقى مية وخمسين طب الزاوية الرابعة ها نقول له امشي لغاية لما توصل هنا لغاية لما توصل هنا هو مية وتمانين وكمان هتاخد ستين تبقى متين وكام واربعين عملت الجدول وكتبت القوة وكتبت الزاوية القطبية تعالى نكتب مركبات القوى سين سين دي بقى مربوطة بالجتة يعني ايه يا استاذ مربوطة بالجتة يعني هقول له تمانية جتة صفر زائد اربعة جزر تلاتة جتة تلاتين زائد ستة جزر تلاتة جتة مية وخمسين زائد اربعتاشر جتة ميتين واربعين كله جتة السين معمولة بالجتة يبقى انا هقول له هاخد السين كده واخد القوة دي واضربها في جتة الزاوية دي والقوة دي واضربها في جاتة الزاوية دي والقوة دي ليه لأن السين كل مركباتها بالجاتة نعملها كلها على الآلة هتطلع السين بعد ما تعملها حضرتك على الآلة هتطلع بسالب اتنين طلعناها بسالب اتنين طب عايزين نجيب بقى الصاد الصاد مربوطة بالجاة يعني همسك كل قوة اضربها مش في الزاوية في جاة الزاوية يبهج اقول له تمانية جاة صفر جاة صفر على فكرة بصفر زائد اربعة جزر تلاتة جاة تلاتين زائد ستة جزر تلاتة جاة مية وخمسية زائد زائد اربعتاشر جاة ميتين واربعين وكل دول اعملهم على الآلة اعملهم كلهم على الآلة مش هتعب فيهم هتطلع صاد بتساوي سالب اتنين جزر كام تلاتة كده حضرتك جبت السين والصاد اقدر اجيب المحصلة اقول له يبقى حاها بتساوي الجزر التربيعي لسين تربية زائد صاد تربية يبقى حاها بتساوي الجزر التربيعي لسالب اتنين كل تربية زائد سالب اتنين جزر تلاتة لكل تربية يبقى حاها هتساوي اربعة وهنا اتناشر فهتطلع بجزر ستاشر هتطلع باربعة طبعا هنا نيوتين تبقى المحصلة كمان بالنيوتين جبت المحصلة مقدارا اربعة نجيبها اتجاها هنقول له يبقى زا سيتا بتساوي صاد على سين صاد بسالب اتنين جزر ثلاثة سالبة هي وسين بسالب اتنين يبقى معنى كده ايه اطير اعرف انها تقع في الربع السالس انا عرفت انها سالب صاد وسالب سين يبقى الاتنين واقعين في الربع التالت اطير الاشارة وطير الاتنين زاء سيتا يبقى سيتا هتطلع بكام بستين ده فين ده في الربع الاول طب وعايزين زاويتنا اللي في الربع التالت نقول له سيتا هتساوي سيتا اللي في الربع المية وتمانين زائد ستين هتطلع بنتين واربعين يبقى المحصلة تصنع زاوية امتين واربعين مع الجزء الموجب لمحور السنة ممكن المسألة ييجي يقولك فاثبت ان المحصلة تقع على القوة اربعتاشر لان القوة الربعتاشر برضو تصنع متين واربعين تصنع زاوية امتين واربعين ممكن انت تتخضي من كده ابدا احنا نحل عادي خالص لغاية لما نجيب الزاوية ونقوله دين 42 والقوة 1440 يبقى المحصلة هتقع على القوة 14 تعالى نشوف مسألة كمان قصرت قوة مقادرها قاف 8 وكاف 5 و8 جزر 3 سقل كيلو جرام في نقطة في اتجاهات الشرق و30 شرق الشمال والشمال والغرب والجنوب على الترتيب يلا نرسم الكلام ده وبعدين بيقول لي اوجد قيمتي قاف وكاف اذا كانت محصلة القوة 4 وثقل كيلو جرام وفي اتجاه 60 شمال الشرق يعني كده مدين المحصلة قطبي لانه مدين المحصلة عبارة عن 4 وزاوية 60 لو عايز تحللها هتبقى عبارة عن 4 جتا 60 و4 جا 60 على اعتبار ان ده حاسين وده حاسات يعني برضو المحصلة هي 4 جتا 60 يعني باتنين جتا 60 بنص ف4 باتنين و4 جا 60 جا 60 بجزر ثلاثة على اتنين يعني اتنين جزر ثلاثة يعني مركبات السين كلها هتبقى حاسين بتاعتها باتنين ومركبات الصات كلها هتبقى حاسات بتاعتها باتنين جزر ثلاثة لازم تفهم الحتة دي كويس قوي ساعة لما يوصف لخي المحصلة مقدار وزاوية يبقى دا قطبي اعمله انا في زوج مرتب اقول له الاربعة للمقدار اللي حضرتك قلت عليها والزاوية اللي انت قلت عليها 60 دا نظام قطبي طب انا عايزه احداثي عايز عدد في السينات وعايز عدد في الصدات يبقى اقول له ايه عدد السينات اربعة جاتة 60 عدد الصدات اربعة جاتة 60 كده انا جبت المحصلة طيب عايزين بقى نرسم المسألة نرسم المسألة هنعمل نظام احداثيات اهي نعمل نظام شماليات وشرقيات او سينات وصدات ونبدأ نقرأ المسألة بيقول لي اول حاجة في اتجاه الشرق قاف يبقى قاف دي في اتجاه الشرق وبعدين تلاتين شرق الشمال التلاتين لما تبقى شرق الشمال تبقى ميلة على الشمال بزاوية تلاتين يبقى هنا كده تلاتين شرق الشمال تبقى الزاوية دي ستين القوة دي كام القوة دي تمانية بعد كده واحدة في اتجاه الشمال اللي هي كاف وبعد كده خمسة في اتجاه الغرب يبقى الخمسة هنا في اتجاه الغرب وبعدين تمانية جزر تلاتة في اتجاه الجنوب يبقى في هنا قوة اسمها تمانية جزر تلاتة شرق الشمال لما يقول لك كلمتين الزاوية التميل على الكلمة التانية يبقى الكلمة التانية الشمال يبقى التلاتين دي مع الشمال طب يبقى هنا كام ستين بعد كده الكاف في اتجاه الشمال الكاف في اتجاه الشمال بعد كده الخمسة في اتجاه الغرب الخمسة في اتجاه الغرب بعد كده التمانية جزر ثلاثة في اتجاه الجنوب الخمسة تمانية جزر ثلاثة في اتجاه الجنوب بنعمل ايه بعد كده؟ بنعمل الجدول اللي بيحدد القوة وبيحدد الزوايا القضية بنعمل جدول كده بنكتب فيه هنا القوة او القوة وهنا الزوايا ونقوله بقى القوة انا عندي قاف والزاوية بتاعتها صفر القاف دي الزاوية بتاعتها صفر عندي تمانية الزاوية القطبية بتاعتها ستين عندي الكاف الزاوية القطبية بتاعتها تسعين عندي الخمسة الزاوية القطبية بتاعتها مية وتمانين عندي تمانية جزر تلاتة الزاوية القطبية بتاعتها 200 و 70 والمفروض ان انا اقول له السين دي هتساوي الحاسين بعد ما اجيب السين اساويها بالحاسين اللي انا اجيب السين هتبقى قاف جتة صفر زاية 8 جتة 60 زاية كاف جتة 90 زاية 5 جتة 180 زاية 8 جزر 3 جتة 200 و 70 في حاجات هتروح جتة 90 بصفر يبقى الكاف دي راحت جتة كمان 270 صفر يبقى دي راحت يبقى القاف جتة صفر جتة صفر بواحد بقاف 8 جتة 60 جتة 60 بنص يبقى باربعة 5 جتة 180 جتة 180 بسالب واحد يبقى سالب خمسة بتساوي حاسين لو فاكر احنا جبنا حاسين كانت طلع باتنين يبقى هنساويها هنا بكام باتنين هنقوله خمسة وسالب اربعة سالب واحد يبقى قاف سالب واحد بتساوي اتنين وودي السالب واحد الناحية التانية اذا القاف هتساوي اتنين زاية واحد تطلع بكم بتلاتة كده احنا جبنا القاف بس لسه عايزين نجيب الكاف احنا جبنا القاف من مركبة السينات برضو هساوي مركبة الصدات بايه بحاصات يعني تعالى بقى لمركبة الصدات مركبة الصدات هنعملها ازاي خلي بالك هنضرب كل قوة من دول في الجا يبقى قاف جا صفر زاية تمانية جا ستين زاية كاف جا تسعين زاية خمسة جا مية وتمانين زاية تمانية جزر تلاتة جا متين وسبعين جا صفر بصفر يبقى دي راحت برضو جا مية وتمانين بصفر يبقى برضو دي راحت يبقى نيبقى نقوله بقى تمانية جا ستين يعني تمانية في جزر تلاتة على تنين زاية كاف في جا تسعين بكاف زي التمانية جزر ثلاثة في جاء 270 بسالب واحد نيجي نقوله الكلام بقى حصاد احنا طلعناها اثنين جزر كام اثنين جزر ثلاثة طيب يلا بقى احنا جايبين من الاول هو زي ما انت شايف المحصلة كانت اربعة والزاوية ستين وكتبناها اربعة جاتة ستين واربعة جاتة ستين اربعة جاتة ستين باتنين اللي هي حاصين اربعة جاتة ستين باتنين جزر ثلاثة انا بساوي حاصين بمركبات السين كلها وبساوي حاصات بمركبات الصاد كلها فاحنا كده بنتساوي على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاربعة يبقى اربعة جزر ثلاثة زائد كاف ناقص تمانية جزر ثلاثة بتساوي اثنين جزر ثلاثة نوديهم كلهم من ناحية التانية يبقى كاف بتساوي اثنين جزر ثلاثة زائد تمانية جزر ثلاثة ناقص اربعة جزر ثلاثة اتنين وتمانية عشرة من اربعة يبقى الكاف هتساوي ستة جزر كام تلاتة يبقى انا عندي قال لي اوجد قاف وكاف طلعت له قاف طلعت بتلاتة وطلعت له كاف بستة جزر تلاتة نقرى المسألة مرة تانية عشان نفهم احنا كنا بنجيب ايه قال لي اثرت قوة مقدرها قاف وتمانية وكاف وخمسة وتمانية جزر تلاتة سقل كيلو جرام في نقطة مادية في اتجاهات الشرق وتلاتين شرق الشمال والشمال والغرب انا حبيت اركز معاك لانه مجرد ما تكتب قوة غلط بزت منك المسألة حبيت اركز معاك القوة بنحطها فين ومكانها فين عشان لما بنرسمها صح المسألة بتبقى صح لكن لو رسمنا اي قوة في رسمة غلط او في زاوية غلط بزت مني المسألة اهم حاجة بقى زداني المحصلة مقدارا واتجاها مقدارا اربعة واتجاها زاوية ستين يبقى ده تحليل قطبي فبكتبها على هيئة زوج مرتب معيار وزاوية طيب انا عايزه نظام احداثي يبقى اضرب الاربعة في جاة ستين يديني السينات اضرب الاربعة في جاة ستين يديني الصداد كده بقى معايا حه سين ومعايا حه صاد وكمان لما حللنا القوة عملنا جدوى للقوة لما عملنا جدوى للقوة والزاوية بتاعته جبنا مركبات السين كلها سوناها باتنين طلعنا القاف جبنا مركبات الصاد سوناها باتنين طلعنا الايه الصاد او الكاف عندي برضو هنا حتة مهمة جدا اللي هي لما اجا اقول لك المحصلة او القوة متزنة لما اجا اقول لك ان القوة متزنة معناها ان المحصلة بتساوي صفر ولما تبقى المحصلة بتساوي صفر تبقى كمان سين بتساوي صفر وتبقى صاد بتساوي صفر ده بالنسبة للقوة العددية اما لو هي ازواج مرتبة هقول له يبقى قاف واحد زائد قاف اثنين زائد قاف تلاتة بيساوي المتجه الصفر مرة تانية اول ما يقول لي ايه فكانت المحصلة متزنة مع عدة قوة وقال للمحصلة متزنة اقول له يبقى حه بتساوي صفر وسين بتساوي صفر وصاد بتساوي صفر طيب طب لمدهان يا مصدر ازواج مرتبة اقول له يبقى قف واحد زائد قف اتنين زائد قف تلاتة المفروض لو مش متزنة بتساوي حه طب لو متزنة اقول له بتساوي المتجه الصفري هنا محصلة عدة قوة مطلقية في نقطة اتجاهيا اتجاهيا يعني بازواج مرتبة اقول له يبقى حه بتساوي قف واحد زا اتقاف 2 زا اتقاف 3 لو لها محصلة اقولها ملهاش محصلة اقوله بصفر تاني لو قال لي المحصلة متزنة ومديني القوى ارقام اقوله يبقى حاها بصفر وسين بصفر وصد بصفر الدهاني ازواج مرتبة اقوله خف 1 زا اتقاف 2 زا اتقاف 3 عبارة عن المتجه الصفر تعال نشوف مسألة كده بيقول فيها اذا كان اتقاف 1 5 سين ناقص 3 ساط وقف 2 سلب 7 سين زا اتقاف 2 ساط وقف 3 اتنين سين زا اتقاف اثبت ان المجموعة القوى دي متزنة علشان اثبت ان المجموعة دي متزنة هجمع لو قف 1 زا اتقاف 2 زا اتقاف 3 والله لو جدتني المتجه الصفري تبقى متزنة مدتنيش المتجه الصفري تبقى مش متزنة تعال نشوف ها 5 وسلب 3 ده القف 1 سلب 7 و 2 ده قف 2 2 و 1 يلا نجمع ها 5 و 2 7 وسلب 7 صفر سلب 3 وهنا دول بتلاتة يدوني صفر الله ده تدوني المتجه اللي ايه الصفر بما ان قف 1 زا اتقاف 2 زا اتقاف 3 ده اتقاف المتجه الصفري اذا القوة متزنة يبقى شرط ان القوة تبقى متزنة اتجاهيا ان مجموع القوة دي او مجموع ازواج المرتبة دي لان القوة هو عبارة عن متجهة عبارة عن زوج مرتب مجموع المتجهات دي يساوي المتجه الصفر احنا ثبتنا ان القوة متزنة ازاي ان جمعنا القوة دي وطلعناها بصفر تعالى نشوف مسألة كمان بيقولي القوة المستوية التي مقادرها 5 و4 وقاف و3 وكاف و7 سقل كيلو جرام تؤثر في نقطة مدية وقياس الزاوية بين كل قوتين متتاليتين 60 يعني بين كل قوة وقوة زاوية 60 وبين القوة والتانية زاوية 60 وبين القوة التالتة والربعة زاوية 60 وبين الرابعة والخمسة زاوية 60 وهكذا عين قاف وكاف حتى تتزن المجموعة علشان تتزن المجموعة هجيب له السين وسوها له بالصفر وطلع منه قاف او كاف واجيب له الصاد وسوها له بالصفر المجموعة علشان تبقى متزنة يبقى حه بصفر سين بصفر صاد بصفر ارسم معايا بقى كده الخمسة زاوية زاوية 60 وهعمل زاوية 60 وحط القوة التانية 40 ودي 30 وكمان جنبها 30 يبقى دول 60 احط القوة التالتة اللي هي قاف وبعدين دي 30 ابقى لي هنا 60 احط القوة الرابعة اللي هي 3 وبعدين ادي 60 تاني احط القوة كاف ودي 30 وحط هنا 30 احط القوة السبعة ويبقى ما بين السبعة والقوة التانية 60 يبقى دي 60 ودي 60 ودي 60 ودي 60 ودي 60 واخر قوة واختها 60 يبقى زي ما هو قال ما بين كل قوة والتانية 60 تمام يلا بقى نعمل الزاوية بالشكل القطبي الخمسة الزاوية بتاعتها كام صفر الاربعة اقس من هنا ابدأ من محور السينات اقول له بكم بستين القاف ابدأ اعد من هنا اقول له دي 60 وكمان 60 يبقى 120 الثلاثة اعدها كده تبقى 180 الكاف اعد كده 180 وخش كمان 60 تبقى 200 واربعين السبعة اعد كده 180 واعد كده 270 واعد كمان 30 يبقى 300 المفروض بما ان القوة متزنة اذا سين بتساوي صفر تعالى نجيب مركبات السين اللي هي هضرب القوة في جتة الزاوية وسويها بصفر يلا معاي خمسة علشان القاف والكاف دول مجهيل هخليهم في الاخر بس عشان نخلي الاعداد مع بعضها خمسة جتة صفر زائد اربعة جا ستين زائد تلاتة آسف جتة جتة ستين زائد تلاتة جتة 180 زائد سبعة جتة 300 انا خدت الارقام مع بعض هاخد كمان بقى قاف جتة 120 زائد كاف جتة 240 الكلام ده كله بصفر تعالى حسيب لي ده بالآلة اللي هم اللي يجمعوا دول فهاجة اقول له كده اهو خمسة كزين خمسة كزين صفر زائد اربعة كزين ستين زائد تلاتة كزين مية وتمانين زائد سبعة كزين تلتمية ونقول له الناتج فهيطلع خمستاشر على الاثنين يعني ده طلع خمستاشر على كام لاثنين طيب جتة 60 بكام بسالب نص قاف اتنين قاف وجتة 240 بسالب نص كاف بتساوي صفر طب ايه رأيك لو ضربنا في اتنين اه يا استاذ نضرب في اتنين ماشي يبقى هنا هتبقى خمستاشر ناقص كاف ناقص كاف هتساوي صفر طب ايه رأيك لو ودينا دول الناحية التانية نبقى قاف زائد كاف بتساوي خمستاشر كده احنا عملنا معادلة رقم واحد ده مستين بس تعالى نعمل بقى الصاد ماهو برضو لما تبقى القوة متزنة مش بس السين بصفر ده كمان الصاد هتبقى بتساوي كام صفر لما تبقى القوة متزنة السين بصفر الصاد بصفر المحصلة هي كمان بصفر تعالى نشوف يلا برضو هنعمل نفس الجدول ده بس بدل ما بلجته تبقى بلجاه وبرضو هحط الارقام جنب بعض والمجهيل جنب بعض يلا معايا كده بقى المفروض اقول له خمسة جا صفر زائد اربعة جا ستين زائد تلاتة جا مية وتمانين زائد سبعة جا تلتمية زائد قاف في جا مية وعشرين زائد كاف في جا ميتين واربعين بتساوي صفر المفروض انه كل ده اسمه صاد وصاد دي عشان القوة متزنة بصفر انا خدت كل الارقام حطتها جنب بعض عشان كلهم بخط واحد نعملهم بالآلة فهنيجي نقول له ايه ها خمسة صين صفر زائد اربعة صين ستين زائد تلاتة صين مية وتمانين زائد سبعة صين تلتمية اقفل القوس وساوي فهتطلع بسالب تلاتة جزر تلاتة على اثنين زائد الجا دي بجزر تلاتة على اثنين جا مية وعشرين قاف والجا ميتين واربعين بسالب جزر تلاتة على اثنين كاف بتساوي صفر ايه رأيك لو اسمنا على جزر تلاتة على اثنين هنا وجزر تلاتة على اثنين هنا وجزر تلاتة على اثنين هتطلع قاف نائس كاف هتساوي 3 هوادي التلاتة بناهية تانية وتبقى المعدلة رقم 2 اصبح معايا معادلتين معادلة اولى اسمها قاف زائد كاف بتساوي 15 ومعدلة تانية اسمها قاف نائس كاف بتساوي 3 وهحل المعدلتين مع بعض بالجمع يبقى 2 قاف بتساوي 18 بالاسم على ال 2 تبقى قاف بتساوي 9 ارجع اعوض في واحدة من الاتنين اقول له تسعة زائد كاف بتسوي خمستاشر وود التسعة الناحية التانية تبقى كاف بتسوي خمستاشر ناقص تسعة تطلع بكام بستة اذا انا جبت قاف وجبت كاف قاف تطلع بتسعة وكاف تطلع بكام بستة مسألة مهمة جدا وخلي بال حضرتك لما ييجي يقول لي حتى تتزن المجموعة حتى تتزن المجموعة يبقى المحصلة بصفر سين بصفر صاد بصفر المسائل بتبقى يا اما قوة زي ما انت شايف كتب تترسم على الاحداثيات يا اما تبقى رسمة من شكل من الاشكال المعروفة زي مربع زي مستطيل زي الشكل السداسي زي مسلس المسائل نوعين احنا خدنا النوع الاول تعالى ناخد النوع التاني اللي هي قوة مرسومة على اشكال هنبسية ففي مسألة هنا بيقول لي في الشكل المقابل الف به جيم ده المربع طول ضلع 12 هنتفق مع بعض لما نيجي نكتب طول الضلع اكتبه عادي من غير ما حط عليه دايرة لما حب اكتب القوة احط عليها دايرة يبقى انا كده ميزت ما بين طول الضلع بكام والقوة اللي عليها دايرة يبقى دي القوة انما انا ممكن اكتب جنبها دي 12 يبقى انا فهم ال 12 دا طول الضلع انما القوة دي القوة تنين يبقى لما تلاقي عدد مكتوب جنب ضلع كده يبقى دا طوله عدد معمول عليه دايرة نقوله دي القوة اللي منتمثلها في الضلع دا وبتساوي اتنين لما يكون محطوط عليها ايه دايرة ها الف بهجيم ده المربع طول دلع اتناشر هيه تنتمي الى بهجيم ادي بهجيم هيه وحطينا هيه تنتمي اليه بحيث كانت به هيه بخمسة اوما انا حطت هنا خمسة هتبقى اكيد دي سبعة تمام كده اصرت قوة مقديرها اتنين فين الاتنين دي في الف به اوما انا جاي على الف بكده وعمل سهل و13 فالف هيه ابدأ من الف واطلع ليها كده واقول له ادي الف هيه واعمل عليها 13 واعمل عليها دايرة اربعة جزر اتنين في جيم الف خلي بالك مش الف جيم لا جيم الف بعد كده تسعة في الف دال اجي عندي الف دال امنش من الف كده اطلع لدال واقول له الف دال وحط هنا تسعة دي التسعة دي القوة انما طول الضلع ده كان اتناشر سنتي خلي بالك ده مربع يعني ده اتناشر وده اتناشر وده اتناشر وده اتناشر بعد كده بيقول لي اوجد مقدار واتجاه المحاصلة زي ما اتفقنا دايما يطلب مقدار واتجاه المحاصلة لان المحاصلة كمية متجهة تعرف بالمقدار والاتجاه رحت انا عامل ايه بقى انا الرسمة هي قدامي هي رحت اعمل نظام احداثيات جيت قلت له الاتنين دي في اتجاه الشرق رحت اعملها له في اتجاه الشرق ايه التلاتاشر تصمع زاوية ايه رحت اعمل له هنا زاوية ايه وجاي على ايه عملت مسلس كده قلت له ايه ده اتناشر ده خمسة اكيد الوطر هيبقى تلاتاشر ده مسلس مشهور يبقى دي ايه اتناشر هنا خمسة هنا تلاتاشر وعلى جنب لان بحتاج الجتة وبحتاج الجاة قلت له جتة ايه باتناشر المجاور على الوطر تلاتاشر اتناشر على تلاتاشر جاي المقابل على الوطر خمسة على تلاتاشر لان انا هاجه هكتبقى هنا ايه فانا ايه دي مش عارفها المفروض ان انا بضرب اتنين في جتة الزاوية وطلاتاشر في جتة الزاوية طب جتة الزاوية فيه انا مجاهز اقولك بعد كده القوة تسعة دي عمودية وفي اتجاه الشمال عملتها هنا بعد كده لو الف جيم كدت هتبقى كده لكن هي نازلة تحت طبعا انت عارف ان القطر يصنع زاوية 45 لانه بيقسم الزاوية الى جزئين متساويين الزاوية دي 90 تبقى دي 45 ودي 45 فهو كمان وهو نازل صانع زاوية 45 تحت بالتقابل بالراس تعالى بقى نعمل الجدوى للقوة اتنين الزاوية بتاعتها صفر 13 الزاوية بتاعتها ايه تسعة الزاوية بتاعتها تسعين القوة اربعة جزر اتنين بص الزاوية بتاعتها كام بعد من هنا هتطلع بينتين 25 يلا نجيب السين السين اتنين جتا صفر زاق التلاتاشر جتا ايه عندي باتناشر على تلاتاشر زاق التسعة جتا صفر زاق اربعة جزر اتنين جتا متين خمسة وعشرين جتا تسعين دي جتا صفر بواحد اتنين في واحد باتنين والتلاتاشر راحت مع التلاتاشر هتبقى هنا اتناشر وجتا تسعين بصفر زاق اربعة جزر اتنين في واحد على جزر اتنين بس بالسالب جتا متين خمسة وعشرين بواحد على جزر اتنين هي عاملة زي جتا خمسة واربعين بالزبط بس بما انها وقع في الربع التالت فتبقى سالبة فبتطير دمعة ده يبقى عندك اتنين واثناشر اربعتاشر ناقص اربعة تطلع بعشرة اذا السين طلعت بعشرة نيوتن او سقل كيلو جرام زي ما هو قايل قايل هنا سقل كيلو جرام طلعنا السين تعالى نطلع الصاد تعالى نطلع الصاد الصاد هضر بالقوة في الجا يبقى اتنين جا صفر زائد تلاتاشر جاية انا محضر جاية اهيق قدامك جاية خمسة على تلاتاشر يبقى انا محضرها من الاولة هو في خمسة على تلاتاشر زائد تسعة جا تسعين زائد اربعة جزر اتنين جا متين خمسة وكام وعشرين ها الصاد جا صفر بصفر تلاتاشر راحت مع تلاتاشر بقت هنا خمسة جا تسعين بواحد يبقى دي تسعة زائد اربعة جزر اتنين في سالب واحد على جزر اتنين راح دمعة ده يبقى صاد هية كمان هتطلع بعشرة يبقى المحصلة عبارة عن عشرة تربيع زائد عشرة تربيع تطلع بعشرة جزر اتنين خلي بالك سين طلع مجابة وصاد طلع مجابة يبقى ظاهه تقع في الربع الاول عشرة على عشرة يبقى تطلع فيها الواحد اذا قياس زاوية هي هتطلع بخمسة وكام واربعين درجة كده قدرنا نجيب المحصلة مقدارا واتجاه في رسومات تانية هنكملها الحصة الجاية باذن الله عندنا مسألة للشكل السوداسي عندنا مسألة للمسلس عندنا مسألة للمستطيل عندنا مسائل موضوعية اللي بتي في التابلت هنكمل الحصة الجاية باذن الله والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته